اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أنقل لكم تحيات سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ونحن نقدم هذه المحاضرة بعنوان الابتكار في القطاع الحكومي هناك إشارات كثيرة في الصحافة العالمية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصنع المستقبل أو يصنع المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة منصة للابتكارات العالمية في القمة العالمية أو الحكومية الأخيرة التي عقدت وانتهت بالأمس في دبي مجموعة الابتكارات التي وصلت لتحكيمها في دولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى 450 ابتكار من دول العالم المختلفة منها ألمانيا، سويسرا، بلجيكا، هولندا وأيضا من دول أخرى مثل الصين، أندونيسيا، وباكستان هذا يدل أن الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه في اتجاه الابتكار، الريادة، والتميز لن نتحدث كثيراً لأننا سنتعرف على رحلة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه المحاضرة التي هي بعنوان الابتكار في القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة سيلقي هذه المحاضرة الأستاذ خالد المازمي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الأستاذ خالد المازمي حاصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالشارقة في تخصصي المالية والإدارة وقد شغل مجموعة من المناصب في حياته المهنية منها رئيس قسم المالية وخبير موارد مالية ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل كما ترأس مجموعة من فرق العمل مثل فريق الابتكار وفريق المعرفة وفريق شركاء الأعمال أستاذ خالد المازمي حاصل على شهادة مدقق آيزو 9001-2008 وحاصل على شهادة مقيم EFQM كما حصل أيضا على جائزة الموظف المثالي في برامج تستاهل الذي رعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله وقد أسهم الأستاذ المازمي في حصول بلدية عجبان على المركز الأول في جائزة عجبان للأداء الحكومي المتميز لعام 2011 كما أسهم في حصول الهيئة التحدية للموارد البشرية الحكومية على جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة في عام 2018 بوصفها أفضل جهة في مجال الممكنات وأسهم كذلك في ترشح الهيئة التحدية للموارد البشرية الحكومية لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة في عام 2018 بوصفها واحدة من أفضل خمس جهات حكومية في الابتكار بداية أرحب بالأخ خالد المازمي في مركز الإمارات الدراسات والبحوث الاستراتيجية وأتمنى لك إن شاء الله محاضرة قيمة إن شاء الله الله يحفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت في البداية حابة عرف بنفسي بس الأستاذ مراد ما شاء الله عليهم أقصر أعطاكم نبذة وافية عن خالد المازمي من يكون طبعا اليوم إن شاء الله في محاضرتنا هذه بنتكلم عن الابتكار في القطاع الحكومي وبحاول أمر على تجربة الهيئة التي نعمل فيها هيئة الاتحادية لموارد البشرية الحكومية وبعض المبادرات بعض الممارسات التي نحن سويناها لقدرنا من خلالها أن ننتقل ننتقل بالابتكار عندنا في الهيئة لنصل إلى يعني أعلى المناصب لأعلى الرتب في الحكومة الاتحادية بداية نحن في رحلتنا في الابتكار الحكومي بديناها في عام 2016 في هذا العام وبكل شفافية وبكل أمانة كانت بدايتنا بداية متواضعة في عندنا جائزة في الحكومة الاتحادية وهي جائزة الشيخ محمد فراشد للأداء الحكومي المتميز في هذه الجائزة يتم تقييم الجهات في الحكومة الاتحادية على معيار الابتكار ومثل ما قلت لكم يا أخواني للأمانة في عام 2016 كانت تقييمنا F في الابتكار بمعنى كنا نقدرنا نقول راسبين في الابتكار طبعا من أهم الصفات التي لازم تعرفونها في الأشخاص المبتكرين أن هؤلاء الأشخاص ما يعرفون DS ما يستسلمون عمرهم ما يرضون بالفشل هدفهم دائما الرقم واحد هذا اللي دائما يعملوه دائما طبعا يوم حصلنا على هذا التقييم بدينا مرحلة جديدة حبينا أن نبدأ بداية يديدة في الابتكار وقدرنا وقدرنا ولها الحمد في خلال خمس سنة خلال فترة من عام 2016 خلال سنتين بالضبط قدرنا أن نوصل أفضل خمس جهات في الحكومة من ضمن أفضل خمس جهات في الحكومة الابتكار في مجال الابتكار لو بندخل شوي في المحاضرة اليوم بنتكلم على رؤية حكومة الإمارات 2021 بنتكلم على بعض المرجعيات الأساسية للابتكار في قطاع الحكومي بنتكلم شوي عن تجربتنا في الهيئة بعطيكم بعض الأمثل على المبادرات التي طبقناها في الهيئة عشان نوصل لهذه المرتبة في البداية أنتم عارفين والله الحمد أننا نعمل في دولة القيادة الرشيدة عندنا من أفضل القيادات من أفضل القيادات الداعمة للابتكار التي تعرف أهمية الابتكار والدور الكبير الذي سيلعب هذا الابتكار في صناعة مستقبل دولة الإمارات لو أني نرى رؤية حكومة الإمارات 2021 أول جملة من هذه الرؤية تركز على الابتكار تقول أن تكون الدولة ضمن الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم حتى الجملة التي بعتها تقول وتشكل الابتكارات أول كلمة الشرطة الابتكارات والأبحاث والعلوم التكنولوجية ركاز الأساسية لاقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية إدفع جلتها ورواد الأعمال في بيا محفزة طبعا في عام 2014 لما أطلقت الرؤية كان ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في الانوفيشن اندكس الذي يتم فيه تقييم الدول على الابتكار كان ترتيب الدولة 36 عالميا طبعا أنتم عارفين يا أخوانك دولتنا ما نرضى إلا بالرقم واحد كل اللي راح نعمله الفترة القادمة كل التركيز راح يكون أن نوصل للرقم واحد اللي حضر القمة العالمية للحكومات البارحة كان فيه كلمة لقاها سيدي صاحب السمو الشيخ سيف بن زايد عن هيان وذكر في هذه الكلمة أن دولة الإمارات حاليا تحمل الرقم واحد في خمسين مؤشر عالمي ونحنا نبغي نضيف رقم جديد لهذا أن نوصل لرقم واحد وخمسين نبغي نركز في الابتكار ونوصل في الابتكار لرقم واحد أحد أهم العناصر الرئيسية اللي راح تساعد أن نحقق قرية الإمارات ونوصل لرقم واحد أن نحنا لازم نبني قادة عندنا في الدولة هاي القادة من سماتهم الأساسية أنهم يتميزون بالابتكار نحن محتاجين لمثل هؤلاء القادة في جهات أعمالنا السبب لهذه الحاجة أن هؤلاء الأشخاص هم اللي يدعمون الابتكار في الجهات الحكومية هم اللي يتبنون الأفكار اللي موجودة هم اللي يطورونها هم اللي يسعون لنشر ثقافة الابتكار بين الموظفين في مقولة يقولها أينشتاين يقول الإبداع معدي كرياتيفتي إز كونتيجيس يقصد بهاي الجملة أن لو عدنا مجموعة من الموظفين يتميزون بالابتكار لا إراديا بتلقون باقي الموظفين اللي حواليهم بيبدون يأخذون من أطباعهم بيبدون يحاولون أن يكونون مثلهم فهذه الثقافة اللي نحن نحن حابين أن نشرها في جهاتنا الحكومية طيب إذا بنتكلم عن القادة طبعا ما بنتكلم قاد أفضل من الشيخ محمد بن راشد اللي عارف بالضبط الدور اللي راح يلعب الابتكار في صناعة مستقبل دولة الإمارات يقول الشيخ محمد بن راشد هدفنا خلق بيئة متكاملة للابتكار تولد الأفكار وتحتضنها وتعمل على تنفيذها وقياس فعليتها باستمرار إذا في درس إخواني تابعون تأخذون اليوم من هذه المحاضرة يخضون مني هذه الجملة الأخيرة اللي يقول الشيخ محمد بن راشد الابتكار هو رأس مال المستقبل اللي يبغي مستقبل يبغي أن يكون مستقبل متقدم علي بالابتكار طيب بنتكلم إن شاء الله على بعض المرجعيات اللي موجودة عندنا في القطاع الحكومي اللي الكل يستند لها طبعا في البداية عندنا رؤية الإمارات اللي مرينا عليها قبل شوي الشيء الثاني في عندنا إطار الابتكار الحكومي هذا الإطار عبارة عن دليل استرشادي تستند عليه الجهات الحكومية اللي ترغب تدخل في مجال الابتكار طبعا هذا الدليل صادر من مركز محمد بن راشد الابتكار الحكومي هذا المركز يلعب دور كبير في نشر الابتكار في القطاع الحكومي وبنمر لاحقا في هذا العرض إن شاء الله على بعض المبادرات والفعاليات اللي يقومون فيها كذلك في عندنا منظومة التمييز الحكومي هي عبارة عن منظومة عمل متكاملة فيها مجموعة من المعايير من ضمنها معيار الابتكار اللي مطلوب الاتحادية إنها تلتزم بهذه المعايير وهذه المنظومة هي اللي يتم التقييم عليها في جائزة شيخ محمد بن راشد لأداء الحكومي المتميز طيب من الأشياء الأخرى عندنا الاستراتيجية الوطنية للابتكار والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم لما نتكلم عن الاستراتيجية الأولى الاستراتيجية الوطنية للابتكار هذه الاستراتيجية عندما أطلقت ترسيخ ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي وكذلك وضع الأساسيات والمبادئ الرئيسية للابتكار في القطاع الحكومي ولكن في عام 2018 صدرت الاستراتيجية الثانية وهي الاستراتيجية الوطنية الابتكار المتقدم وهذه الاستراتيجية تقول أننا انتهينا من المرحلة الأولى فكل العاملين في القطاع الحكومي لازم يتأكدون أنهم ماشيين مع الركب ماشيين على نفس المستوى هل هم انتهوا من وضع الأساسيات الابتكار؟ هل هم انتهوا من نشر الثقافة؟ لأننا دخلنا مرحلة جديدة المرحلة التي نتكلم عليها في الاستراتيجية هذه الاستراتيجية الوطنية الابتكار المتقدم أننا لازم نبدأ بتصدير الابتكار أنا كنت في جلسة حوارية قبل سبعين وثلاثة سابع تقريبا مع معالي عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة وكان النقاش حوله مئوية الإمارات 2071 أحد أهم الأمور التي ذكرتها معاليها في ذاك الاجتماع أننا لازم نبدأ ننتقل من المرحلة القديمة التي كنا نروح للدول ونروح للجهات الأخرى نرى الأفكار التي موجودة عندهم نتبنىها ونحاول نطورها ونطبقها عندنا في جهاتنا خلاص هذه المرحلة انتهت نحن اليوم اللي نسعى له أننا نحن نحن اللي نصدر الابتكار نحن اللي نبتكر للمجتمعات الأخرى نحن اللي نبتكر للدول نحن اللي نبغي أن الدول الأخرى هي اللي يتيال اليوم عندنا تقارن نفسها فينا تشوف شو اللي موجود في دولة الإمارات وتبدأ الطبقة في بلدانها وفي عندنا كذلك مرجعي أخرى لفهرس الابتكار العالمي هذا الفهرس هو اللي يتم تقين في الهيئة في المرتبة 36 في عام 2014 طبعا لازم يكون هدفنا الرقم واحد ولازم نراجع هذا الفهرس هذا بشكل مستمر كذلك من الأشياء المهمة اللي تساعد الجهات الحكومية في التقدم في الابتكار في مواصفة عالمية للابتكار هذه المواصفة تعادل تقريبا شهادات الآيزو ولكن الفرق بينها هو الاعتماد الدولي حاليا ما في أي آيزو معني بالابتكار لكن هذه الشهادة الوحيدة المعنية وهي متوفرة وموجودة في دولة الإمارات والكل ممكن يشتغل عليها ويحصلها هذه المواصفة تطلب أن يكون في الجهة الحكومية نظام متكامل لإدارة الابتكار ويتم تقييم الجهات الحكومية على هذا النظام وفي حال عدم المطابقة وفي اختلاف أو انحراف عن تطبيق هذه المواصفة يتم سحب الشهادة الممنوحة لو حبينا نركز شوي وندخل في الاستراتيجية الوطنية للابتكار الاستراتيجية هذه تكلمت على أربع محاور رئيسية المحور الأول يتكلم على أرساء بيئة محفزة للابتكار طبعا إذا بنتكلم عن البيئة نحن لازم نتكلم على توفير بنية تحتية تكنولوجية تدعم الابتكار عندنا وكذلك من أهم الأشياء التي تكلم عليها توفير بيئة مؤسسية وتشريعات محفزة دعمة للابتكار من أهم الأشياء التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أطلق مختبر التشريعات هذا المختبر معني بالدرجة الأولى بتوفير تشريعات وقوانين مستقبلية تدعم الابتكار عندنا من المحاور الثانية كان في محور تطوير الابتكار الحكومي عندنا نحن في الحكومة الاتحادية كان في توجه أن يتم تخصيص ما يعادل 1% كحد أدنى من موازنات الجهات لدعم المبادرات المبتكرة ودعم الابتكار المحور الثالث يتكلم على دفع القطاع الخاص نحو مزيد من الابتكار إذا نتكلم عن الابتكار يا أخواني لا نستطيع أن نتكلم عن القطاع الحكومي فقط لا نستطيع أن ننسى القطاع الخاص لأن القطاع الخاص يلعب دور كبير في الابتكار السبب في هذا يا أخواني أن القطاع الخاص قائم على الربحية إذا أنت تبغي إذا أنت عندك شركة في القطاع الخاص تبغي تستمر وتبغي تحقق أرباح أنت محتاج أنك تنافس طبعا التنافس يحتاج أن يكون عندك ابتكارات جديدة عشان تقدر تنافس فيها الفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص أنه في القطاع العام ما كان فيه هذه المنافسة بحكم أن الخدمات الحكومية تقريبا ما لها منافس وكذلك إذا حبينا نتكلم على القطاع الخاص لازم لا ننسى يا أخواني أننا في عدنا مواطني أخواننا وأخواتنا موجودين في القطاع الخاص فكان من الضرورة أن نركز عليهم المحور الرابع محور مهم جدا أحب الكل يركز على هذا المحور اللي هو يتكلم على بناء أفراد يمتلكون مهارات عالية في الإبتكار طبعا هنا نتكلم على تأهيل الموظفين اللي عندنا تأهيل القادة اللي عندنا نتكلم على بناء المواهب والقدرات الوطنية في الإبتكار نتكلم على ترسيخ ثقافة الإبتكار وكذلك نتكلم على استحداث مواد تعليمية في المدارس بخصوص هذه النقطة أخواني في دراسة علمية كانت تقول أن القدرة الإبتكارية عند الأطفال اللي يتقل أعمارهم عن خمس سنوات تعادل ثمانية وتسعين في المية وكلما كبروا يتقل هذه القدرة فيوم يصلون لعمر عشر سنوات القدرة هاي يتقل لنسبة ثلاثين في المية ويوم يصلون لعمر الخمسة عشر يتقل لنسبة ثلاثين في المية ويوم يكبرون أكثر من بعد هذا العمر تصبح القدرة ثنين في المية فقط فنحن اللي نشتغل عليه كلنا في القطاع الحكومي في الجهات الحكومية اللي عندنا نتكلم على قدرة الإبتكارية تعادل ثنين في المية فقط من قدرات الإنسان فما بالك لو نحن ركزنا وحبينا نشتغل على الأجيال اللي موجودة اللي القدرة الإبتكارية عندها تعادل ثمانية وتسعين في المية من قدراتهم شو من الإبتكارات ممكن نطلعها منهم طيب إذا بنتكلم عن الإبتكارة في القطاع الحكومي ما نقدر نغفل وننسى الدور الكبير اللي يلعبه مركز محمد بن راشد للإبتكار الحكومي طبعاً نحن معروف عندنا في دولة الإمارات شهر ثنين هو شهر الإبتكار طبعاً اللي ينظم هذا الشهر هو المركز هذا وكذلك من أهم الأشياء اللي أنصح الكل يأخذها في الفضاء الحكومي في دبلوم يتم تقديمة من قبل المركز يسمى دبلوم الإبتكار الحكومي هذا الدبلوم يقوم المركز بالتعاون مع أقوى الجامعات في العالم حالياً متعاقدين مع جامعة كامبرج وأنا منتسب في هذا البرنامج حالياً يبدون يعلمون المنتسبين على آخر النظريات آخر ما توصلت له التكنولوجيا في مجال الابتكار وكذلك يركزون على إعداد مشاريع لهؤلاء المنتسبين هذه المشاريع تخدم بالدرجة الأولى جهات عملهم ويلسون معهم ويبون خبرة من الجامعات في ناس مبتكرين يلسون معهم ويحاولون أن يطورون من أفكارهم ومشاريعهم بطريقة أن يصلون لمشاريع يقدرون أن يخدمون فيها جهاتهم الحكومية طيب إذا حبينا نتكلم على تجربتنا نحن كهية مثل ما قلت لكم نحن انتقلنا من تقييم F إلى تقييم Top 5 في الحكومة فكثير من الناس سألونا أنتم في خلال سنتين شو اللي سويتوا بالضبط عدكم في الهية شو الخلطة السري هاي اللي استخدمتوها لخلتكم خلال سنتين تخفزون هاي القفزة الكبيرة طبعا أنتم عارفين يا أخواني إذا واحد يبني بنائه عليه يبدأ بالأساس والأساس لازم يكون قوي فنحن ركزنا في المرحلة الأولى على بناء الأساس على بناء أساس الإبتكار وحاولنا نزرع ثقافة الإبتكار ومفهوم الإبتكار في كل شيء متعلق بعملنا بدناها طبعا في رؤية الهية وفي رسالته وفي أهدافها الاستراتيجية فلو نلاحظ الرؤية تتكلم على الإبتكار تقول كفاءة حكومية سعيدة ومبتكرة الرسالة تقول تحقيق التناغم الوظيفي والحلول المبتكرة بالنسبة لأهداف استراتيجية لدينا خمسة هداف استراتيجية لدينا هدف واحد كامل معني بالابتكار اللي هو ترسيح ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي طيب نحن بعد ما دخلنا الابتكار في الرؤية ورسالة والأهداف أول شيء كان لازم نحن نسويه أنه نحن أني ونحلل وضعنا نعرف اليوم نحن وين واصلين في الابتكار شو نقاط القوة اللي عندنا شو نقاط الضعف وبتكلم عنه إن شاء الله شيء من التفصيل على هذه المرحلة بالذات وشو الأشياء والأساليب اللي اتبعناه في تحليل وضعنا الشيء الثاني لازم نركز على اللي يصير حوالينا من دراسات من المتطلبات حكومية مثل ما الأشياء اللي احنا ركزنا عليه رؤية الإمارات الاستراتيجية الوطنية للابتكار الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم كل هذه الأشياء لازم ندرسها ونتأكد وين الربط بينها وبين طبيعة عمل المؤسسة الشيء الثالثة نحنا سوينا أننا رحنا واتطلعنا على أبرز الممارسات اللي موجودة في الابتكار وحاولنا نتبناها ونطور عليها ونطور عملنا بحيث يتناسب مع هذه الابتكارات ومن إحدى النصائح اللي أحب أنصح فيها كل الجهات الحكومية أخواني لا تبدؤون من الصفر إذا شفت عمرك أن أنت محتاج تتقدم في مجال معين سواء ابتكار أو غير الابتكار ترى فيه جهات متميزة فيه جهات متقدمة ما لداعي أنك تبدأ من الصفر كأنه ما في شيء موجود روح عند الجهات هذه طلع عليها احنا في النهاية حكومة وحدة دولة وحدة هدفنا واحد لازم نتعاون فيما بيننا شوف شو اللي ياسين يساونه حاول تتبناه حاول تطور عليه بطريقة معين يتناسب مع طريقة عملك بعد ذلك احنا المرحلة اللي بعتها طلعنا باستراتيجية معنية بالابتكار في الهيئة طيب لو نرجع للمرحلة الأولى اللي هي تحليل الوضع سوينا خمس أشياء رئيسية عشان نحل الوضع من أهم الأساليب اللي تبعناها في السلوب الأول نسميه نحنا مختبرات الابتكار في هذه المختبرات نحن نجمع جميع المعنيين بعمل الهيئة نسميهم نحنا نحنا نتكلم عن المجتمع نتكلم على الموظفين اللي عندنا نتكلم على الجهات الحكومية الأخرى على الموردين الشركاء نتكلم على كل شخص معني بعمل الهيئة جمعناهم وحاولنا نتدارس معاهم مبادرات الهيئة نجازات الهيئة شو خططنا المستقبلية شو الأمور اللي هم شايفينها نقاط قوة عندنا شو الأمور اللي شايفينها نقاط ضعف شو الأشياء اللي هم متوقعينها منا في المستقبل وبنان عليها بدأنا نشتغل ونطور من نفسنا من الأشياء الثانية الأسلوب الثاني اللي اتبعناه والأسلوب العلمي المعروف اللي هو في تحليل البيئة اللي نستخدم فيه البيستل والسواتاناليسس فنحنا عرفنا طبعا شو نقاط القوة شو نقاط الضعف اللي لازم نركز عليها الشيء الثالث المواصفة اللي قلت لكم عليها في البداية اللي هي المواصفة العالمية للابتكار TS16555 رحنا ويبنى هذه الشهادة هذه الشهادة عطتنا تقرير واضح إذا نحنا ماشيين في الطريق الصحيح في البتكار ولا موش ماشيين في الطريق الصحيح ويطلع لك في النهاي تقرير يقول لك وين الانحراف اللي موجود عندك شو الأشياء اللي لازم تركز عليها طبعا من أهم من الأشياء اللي نحنا ركزنا عليها إذا ما كان أهمها اللي هي منظومة تميزة الحكومي في هذه المنظومة هي اللي كان فيها التقييم اللي حصلنا عليه في عام 2016 اللي هو كان إف يانا تقرير من الجائزة نفسها يقولنا شو النقاط تقرير تغذية راجعة شو النقاط الضعف اللي كانت عندنا شو مجالات التحسين اللي لازم ركز عليه في المستقبل وهذه نحنا طبقناها بحذافيرا عشان نوصل للمكان اللي وصلنا لها أحد أهم الأساليب اللي في كثير من الجهات تغفل عنها أخواني اللي هي الاستبيانات السيربيز الاستبيانات جدا مهمة كل الأشياء اللي أنتم تعملونها في جهات عملكم في النهاية لخدمة متعامل فنحن هدفنا في النهاية نعرف هذا المتعامل راضي عن خدماتنا ولا مش راضي الاستبيانات تعطيك في النهاية تقيس لك رضاها أولا من المتعامل تعطيك بعض المقترحات لتطوير عملك تعطيك النقاط اللي هم يتمنون أن يشوفونها في خدماتك في المستقبل والاستبيانات يا أخواني ترى هي علم كبير مش مجرد أن هي سلوب بصير في دراسات في جامعات عالمين يتكلم على هارفورد يتكلمون على طريقة الاستبيان كيف إحنا متى نسأل السؤال متى نسأل سؤال جوابي يكون بنعم أو لا متى نسأل سؤال يكون في تقييم من واحد لخمسة متى نسأل سؤال مفتوح أن المتعامل هل يكتب لك حتى في التقارير اللي تطلع من الاستبيانات فيها أنواع من التقارير في تقارير كوانتيتيتف في تقارير كوالتيتيتف فهي علم حد ذاته حاولوا ترقزون عليها بتفيدكم وايد طيب لو نرجع للأهداف الاستراتيجية الخمسة اللي عندنا في الهيئة فيه عندنا الهدف الخامس مثل ما قلنا لكم اللي يتكلم على ترسيخ ثقافة الابتكار في هذا الهدف احنا طلعنا بمجموعة من المبادرات في الهيئة عشان نقدر نطور من أنفسنا بشكل عام عشان ما أدخل في تفاصيل المبادرات هذي بعطيكم أبرز المبادرات اللي ممكن كلكم تطبطونا في جهات عملكم أو ممكن أن تتوأمونها بطريقة تتناسب مع طبيعة عملكم من أهم الأشياء اللي نحن سويناها بالنسبة لي أهم شيء هذه المبادرة اللي هي تطوير نظام الاقتراحات إذا نحن نتكلم على نظام الاقتراحات إحنا حرفياً أنا أقدر أقولكم إن إحنا أعطيكم جملة و أفسر لكم إياها بعدين إحنا تحولنا من قتل الأفكار والاقتراحات إلى صيد الأفكار والاقتراحات شو اللي أقصد بها الكلام في السابق في المرحلة الأولى لمتين اقتراحات من متعامليين أو من موظفيين عندنا أغلب الإدارات كانت شو تسوي تحاولنا تقولنا هذا الاقتراح غير مجدي أو نحن ما نبغي نطبق في جهة عملنا السبب أنهم مضوطين وهذا بيزيد عليهم شغل زيادة فأسهل حلهم أن يقولون هذا الاقتراح غير مجدي بيتخلصون منه بس انتبهنا بعدها أن في كثير من الاقتراحات اللي وصلتنا اقتراحات مجدية و اقتراحات مبتكرة بتطور عملنا بشكل كبير فهني وقفنا الموضوع عند هاي النقطة وغيرنا اسلوبنا في التعامل مع الاقتراحات صرنا أول ما يوصل أول خطوة احنا خطيناها أن احنا حاولنا نجمع أكبر قدر من الاقتراحات ومستمرين في هاي العملية احنا نتكلم على نظام الاقتراحات الموجودة عند نظام الكتروني نتكلم على أي اجتماع أي ورشة تدريبية أي محادثة بين شخصية أي اقتراح ممكن أن احنا نحصل منها نسجل في النظام حدنا عشان نشتغل عليه طيب عقب ما أني نسجل هذا الاقتراح أو يوصلنا الاقتراح على النظام نروح نحوله على الإدارة الطالبة أو الإدارة المعنية بتنفيذ هذا الاقتراح في حال الإدارة قالت لنا أن هذا الاقتراح غير مجدي نحن غيرنا الآلية بالكامل ما نرضى بالجواب هذا أن الاقتراح غير مجدي نروح نجتمع مع الإدارة مرة ومرتين وثلاثة وحيانا أنني بالمقترح نفسي اللي سمعاهم ونتناقش في الاقتراح إذا قالوا مجدي ساعتها أني نطالبهم بيطار زمني متبتنا في دون هذا الاقتراح بعد ما يحددون الطار الزمني يقولون في الموعد الفلاني نروح نطلب أدلة اثبتوا لي أنكم طبقتوا الاقتراح فهذه الآلية اللي احنا تبعناها غيرت في مفهوم الاقتراحات في آلية الاقتراحات بشكل كبير ومن الأشياء اللي احنا نسويها نطلع تقارير دورية على الاقتراحات اللي توصلنا في تقارير شهري وفي تقارير سنوية وفي هذه التقارير نشير إلى أكثر الإدارات المطبقة للاقتراحات ويتم تكريم تكريم سنوي على هذا التطبيق طبعا يوم توصلنا الاقتراحات هنا يكون عندنا نوعي سواء اقتراح غير مجدي أو اقتراح مجدي الاقتراح الغير مجدي هذا طبعا إذا نحن يأسنا خلاص ما في مجال أبدا أن نحن نطبقه في جهة عملنا حتى في الاقتراحات الغير مجدي نحن نقدم رسالة شكر للشخص هذا اللي قدمنا الاقتراح لأننا حاول أن يطور من عملنا بالنسبة للاقتراحات المجدية أول خطوة يوم توصلنا هذه الاقتراحات نحاول نعطيها قيمة نحاول نسوي لها تقييم فنحن طلعنا بآلية لتقييم هذه الاقتراحات حطينا لها معايير أساسية أربع معايير أساسية يتم تقييم كل مقترح مجدي بناء عليها طيب بعد ما يتم تقييم هذه الاقتراحات يطلع لها رقم يطلع لها سكور معين احنا وزعناها كنسب في بعض الاقتراحات تكون نسبتها ستين في المية أو أقل احنا نسميها اقتراحات مجدية في بعضها تكون نسبتها من ستين إلى ثمانين احنا نسميها اقتراحات متميزة وفي عنا الاقتراحات المبدعة التي هي نتيجتها تكون أكثر من ثمانين في المية احنا كجهة حكومية خصصنا أغلب ميزانية الابتكار عندنا عشان نكرم فيها المقترحين لأن أكبر عدد من الاقتراحات وأكبر عدد من الابتكارات اللي صدرت من عندنا احنا بالهيئة صادرة من الاقتراحات هذه اللي واصلت لنا طيب أحد المبادرات الأخرى اللي عطتنا دافع قوي في الابتكار احنا لما رجعنا وطلعنا على طبيعة عملنا كموارد بشرية لقينا أننا نحن نطلع عنظمة نطلع أدلة نطلع بعض القوانين اللي تتمتع بصفة متميزة بصفة غير موجودة في باقي الحكومات غير موجودة في باقي الدول فنحنا قلنا ليش ما نبدأ نغير اسلوبنا ونفكر بما أنها يكستمايز على احتياجاتنا ليش ما نبدأ نسجلها كملكية فكرية تابعة للهيئة بدنا بدليل واحد وشفنا أن هذا الدليل تسجل استمرنا على هذه المنوات دليل وراء نظام وراء دليل آخر وراء علامات تجارية تملكها الهيئة وراء منشورات وصلنا اليوم لعدد 62 ملكية فكرية في الهيئة أنا أتوقع أخواني كلكم أخواني وخواتي لو ترجعون لجهات عملكم لو ترجعون الخدمات التي قدمونها للمتعاملين بتلقون أنه في مجال أنها تكون دخلون فيها نوع من الخصوصية أنه ما بتلقونها في أي مكان ثاني وممكن أن تستجلون عليها ملكية فكرية في وزارة الاقتصاد طيب أحد الأشياء الأخرى للمبادرات الأخرى اللي احنا طبقناها عدنا في الهيئة احنا عارفين أنه في شهر اثنين شهر الابتكار اللي احنا فيه حاليا فنحنا تبنينا الفكرة وحاولنا أنه يكون عدنا شهر ابتكار خاص فينا نحنا كهية الشهر هذا يا أخواني مليئ بالفعاليات مليئ بالورش التدريبية المقارنات المعيارية وحاولنا أن ندخل فيه أحدث التكنولوجيا حاولنا ما نخلينا يكون كأسلوب الدورات التدريبية أحيانا إذا نتكلم نحنا في شهر واحد إذا أنا بطرح عشرين دورات تدريبية فيه ناس بيصيبهم نوع من أنواع الملد بيقول لك أنا ما أقدر أحطر كل هالدورات ما أقدر أستوعب فنحنا حاولنا نحنا ننوع حاولنا ندخل أحدث التكنولوجيا احنا في شهرنا هذا اللي في هذه السنة دخلنا أحدث التكنولوجيا اللي نتكلم عليه مثل الـ AI نتكلم على الـ Gamification نتكلم على الـ 3D Printing وما ركزنا فقط على الموضوع الدورات والأمور هاي المرئية حتى في عدنا فعاليات متعلقة بالـ Physical Activity كيف أنت تطور اللي بتكارع عندك بالـ Physical Activity ففي كثير من الفعاليات نحن سوينا ممكن أخواني في عدكم لو تدخلون على موقع الهيئة فهر.gov.ai بتلقون هذا الجدول بالتفصيل موجود واللي يبغو يشارك معنا حياها الله في أي وقت مجرد يطررش لنا أيمين أنا بغو يشارك الفعاليات الفلانية نحن حاضرين وبدون أي تكلفة نحن نتحمل التكلفة أحد المبادرات المهمة اللي عطتنا كذلك دافع قوي في الابتكار أنه إحنا شفنا إحنا كعكومة تحادية في عندنا الكثير من الخبرات الموجودة في الوزارات والهيئات فأني نتكلم مثلا على هيئة تنافسية والإحصاء في عندهم خبرات في اللحصاء نتكلم على وزارة المالية في عندهم خبرات في مجال المالي نتكلم موارد بشرية عندهم خبرات في مجال موارد بشرية وفيه أحيانا بعض الجهات تحتاج لهذه الخبرة ولكن نظرا لمحدودية الميزانية أحيانا عدم وجود شواغر ما يقدرون يعينون الناس كخبرة في هذه الأمور فنحن ارتقينا كهيئة أننا في النهاية حكومة وحدة مثل ما قلناكم هدفنا واحد في النهاية فنحن طلعنا بفكرة أن يكون عندنا فيه شيء نسميناه بنك المهارات وهو نظام متكامل يحصر كل الخبرات الموجودة عندنا في القطاع الحكومي في الحكومة الاتحادية بالتحديد فلو حبينا مثلا نبحث في النظام على مثلا خبير حصائي بتطلع من لسته كل الخبرات الحصائيين الموجودين وأي جهة حكومية محتاجة لهذا الخبير مجرد أنه تتواصل مع جهته وتقولهم ترى أنا عندي مثلا مشروع اللي فلاني لمدة شهرين ثلاثة شهور بحتاج الخبير اللي يعدكم مجرد رسالتي موافقة عليه يروح يشتغل عندي يخلصوا المشروع ويرجع لجهة عمله طيب أحد أهم من المبادرات اللي طلعت من نظام الاقتراحات اللي أنا شرحت لكم يا في البداية اللي هي الجائزة الأولى جائزة الشيخ منصور بن زايد لأفضل بحث علمي طبعا بما أننا نحن الهيئة الاتحادية لموارد البشرية نحن معنيين بالبحوث المعنية بالموارد البشرية يان نقتراح على أنظام الاقتراحات يقول أنه في أبحاث علمية عن الموارد البشرية موجودة في الجامعات سواء مقدمة من الطلاب أو من الفكرة التي نفسهم فليش ما نستفيد من هذه الأبحاث الفكرة جدا مجدية الفكرة أصلا مبتكرة فنحن تبنينا الفكرة هاي وحاولنا نطور عليها بطريقة معينة فطلعنا بجائزة كلما نسمى في البداية كان اسمها جائزة الهيئة الاتحادية لموارد البشرية لأفضل بحث علمي طلعت هاي الجائزة في عام 2017 الجائزة هاي تستهدف الأبحاث العلمية في الجامعات فيها فئتين فئة للفكالتي وفئة للطلاب ويتم تقييم الأبحاث اللي توصلنا وتكريم أفضل ثلاث أبحاث توصلنا وطبعا في عام 2018 اللي فات أطلقنا الدورة الثانية من هذه الجائزة ولقينا رعاية كريمة من صاحب السنو الشيخ منصور بن زايد الانهيان عليها كذلك في جائزة ثانية موجودة عندنا كذلك ياتنا كمقترح أن نسوي جائزة معنية بإدارات الموارد البشرية عندنا في الحكومة بما أن نحن هيئة الموارد البشرية نطلع قوانين الموارد البشرية أدل الاسترشادية أنظمة عمل فنحن قلنا بنسير بنقيم إدارات الموارد البشرية على تطبيقها لهذه الأنظمة بنقيمها على نتائجهم على مؤشراتهم وفي نفس الوقت بنكرم في النهاية الجهات المتميزة عندنا في الحكومة آخر مبادرتين على السريع الوقت خلص في عندنا نحن مبادرتين مبادرة واحدة نسميها نادي الموارد البشرية ومبادرة ثانية مؤتمر الموارد البشرية في الفعاليتين هذه الفعالية الأولى التي يناد الموارد البشرية يتم عقدها كل شهر أو شهرين والمؤتمر طبعا هو مؤتمر سنوي في شهر أربعة من كل سنة يتم عقدها في هذه الفعاليات نحن نيب متحدثين متخصصين في مجال الموارد البشرية يطرحون لنا ويتحدثون عن آخر الأبحاث العلمية اللي يتكلم عن الموارد البشرية آخر النظريات العلمية آخر المؤلفات اللي موجودة والحمد لله نحن كنا في البداية نتكلم عن مستوى الحكومة الاتحادية فقط ولكن شفنا رغبة من الحكومات المحلية كذلك في حضور هذه الفعاليات فبدينا من العام الماضي ننسوي الفعاليات بالتعاون مع الحكومات المحلية في عندنا نحن في الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد بيكون عندنا فعالية نادي الموارد البشرية في حكومة الفجيرة بعنوان الابتكار وفي عندنا يوم الخميس بعد بيكون فعالية في عجمان بعنوان التسامح وفي شهر أربع إن شاء الله بيكون عندنا المؤتمر الموارد البشرية بيكون في عدد كبير من المتحدثين عن مجال الموارد البشرية وطبعا سنة عن سنة هذا المؤتمر يكبر وندخل شراكات قوية في هذا المؤتمر في المؤتمر العام الماضي دخلنا شراكات مع أقوى شركات العالمية نتكلم على ديلويت، سي آي بي دي، مكنزي، شارم جميع كانوا متحدثين عندنا في هذا المؤتمر شكرا لكم سامحوني على عجالة هذا اللي قدرت أقدم لكم بس في مجال الأسأل إن شاء الله اللي حاب يستفسر عنه إشان أحاضر شكرا للاستاذ خارد المازمي على هذه المحاضرة القيمة ذكر في محاضرة دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة للابتكار وأيضا للريادة وتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة ذكر بأن البيئة هنا في دولة الإمارات لتميز بيئة محفزة بيئة مشجعة وأيضا طبعا انطلقت الاستراتيجية الوطنية للابتكار في عام 2014 في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه هي الأيام وكما ذكر الأخ خالد في شهر فبراير من كل عام نرى أن الصحافة تفرد مساحات كبيرة والإعلام بشكل عام تفرد مساحات كبيرة للابتكار ونرى في كل يوم ابتكارات جديدة للمؤسسات للدوائر الحكومية لطلبة المدارس وطلبة الجامعات وهذا الشيء نفتخر به ونعتز به لأن ابنانا في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدمون بين فترة وفترة أشياء جديدة وابتكارات جديدة نتمنى لهم توفيق إن شاء الله أرجع للأخ خالد وأسأله عن من بداية هذه الاستراتيجية في عام 2014 إلى الآن ما هي نسبة المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشارك لأننا في كل عام شهر فبراير خاصة نرى أن في جهات حكومية مشتهدة قاعدة تنافس في مجال الابتكارات وفي جهات حكومية كثيرة مش موجودة في الساحة فما هي نسبة الوزارات الحكومية أو المؤسسات الحكومية اللي نشطة في هذا المجال وأيضا كيف يمكننا أن نحفز الشباب الموظفين في المجالات المختلفة لكي يتوجهوا نحو الابتكار والتميز طيب بالنسبة للنسبة مثل ما عارفين أنت أخواني الفكر القديم اللي كان موجود عن الابتكار تغير مثل ما قلت لكم في الاستراتيجية الوطنية الابتكار المتقدم ذكرت هذه الاستراتيجية اللي طلعت في عام 2018 أننا نحن نتهينا من مرحلة وضع الأساسيات ونشر الثقافة المرحلة الجديدة أننا نحن لازم نبدأ نصدر الابتكار للخارج طبعا المفهوم القديم في البداية كان أن الابتكار شيء اختياري مش كل الجهات مجبورة أن هي تبتكر ولكن هذا المفهوم نتغير بالكامل الشيخ محمد براشد الله يطوله بعمره العام الماضي أعلن بشكل رسمي أن أقل جهات حكومية أقل خمس جهات حكومية أداءا ما لها مكان عندنا في الحكومة خلاص نحن تقدمنا وخذنا شوط كبير في هذا المجال الكل يجب أن يبدأ يواكف هذا الشيء النسبة تغيرت الكل يجب أن يشارك في مجال الابتكار الكل يطمح عدد كبير من الهيات عدد كبير من الوزارات يتصلون فيني بشكل يومي تقريبا يبوني يسون معانا يسون مقارنات معيارية يشوفون شو أفضل الأشياء الموجودة عندنا نحن ممكنهم يطبقونها شو أفضل المجالات الابتكار الموجودة وبالنسبة للثقافة صار خلاص صار في وعي بالابتكار ما في حد في الجهات الحكومية حاليا عندنا ما يعرف شي عن الابتكار خلاص هذه ثقافة مؤسسية مزروعة في الموظفين ومن أهم الأشياء اللي لازم نحن نركز عليها أن هذه الثقافة تكون منشورة بشكل كبير بين الموظفين نخليهم يشاركون في كل الفعاليات لأن في النهاية يا أخواني هؤلاء الموظفين هم أدر الناس بالخدمات اللي موجودة عندنا أفضل الأفكار وأفضل الاقتراحات بتلقونها من عند هاي للموظفين لأنهم اللي يشتغلون بيتهم على الخدمات إذا نبغي ناخذ أمثلة فعلية موجودة نتكلم على طيران الإمارات في عندهم مثال وايد جميل موجود وهنا هذا المثال يقول لك أن لا تستزغر أي موظف عندك في جهة عملك أنت لو تشوفون الطيارات اللي عندهم الحين نشوف من تحتها مكتوب لأي مارت يمطير طيارات تشوفون أي مارت تعرفوني طيارات الإمارات هذا الاقتراح مين ياهم هذا الاقتراح عامل نظافة موجودة عندهم كان ينظف الطيارة شاف أن هذه المساحة فاضية بيضة قالوا لماذا لا تستفيدون منها لنضع شعار المرض ما هو أفكار بسيطة لكن لها أثر كبير لازم نشر هذه الثقافة قلت لكم المثل أو المقول الذي قالها إنشتاين إن كرياتيفتي كونتيجيس خلاص إذا بدت هذه الثقافة تنتشر بين الموظفين لا إرادياً بتلقى كل الموظفين بيبدون يحاولون يبتكرون اللي بيشوف عمره إنه هو أقل عن باقي الموظفين ما بيالس يبتكر بيحاول بيجتهد عشان يكون مثلهم ما يبغينا يتخلف عن الركض نفتح باب النقاش والأسئلة اللي عنده سؤال لو سمحته يوقف ويقدم سؤاله باختصار أو مداخلته تفضل شكراً الأستاذ خالد الحقيقة يعني هذه الثقافة اللي نقلتها إننا نحن ثقافة جداً إيجابية ولا شك أنها تكون حافز إننا نحن كل المشاركين في هذه المحاضرة ما مشك إن القيادة حريصة كل الحرص على تنمية الإنسان باعتبار الإنسان هو هدف التنمية وأساس التنمية وهو مستقبل الدولة والاهتمام بالابتكار والإبداع جزء من هذه المنظومة التي تسعى إليها القيادة ولكن أنا أتصور إن قد أشاطر في بعض الأفكار فيما يتعلق بالنسبة للأساسيات أنا أعتقد إن بالبداية لابد من الاهتمام بالتعليم التعليم المنصة الرئيسية للإبداع والابتكار والتطوير والإنتاجية الشيء الثاني في محيط العمل أنا أتصور إن بيئة العمل في مؤسساتنا الحكومية يعني تحبط ولا تشجع ولا تحفز ولا تشحل عقلية المواطن نحو الإبداع والابتكار فأصبحت العلاقة بين الوظيف بين المواطن وعملها هي علاقة عمل علاقة علاقة مادية متبادلة الشيء الثالث مراكز البحوث العلمية التي تحفز وتشجع الابتكار كم نحن نصرف أو وين هي هذه المراكز التي تعناه بالبحث العلمي الذي هو جزء من الابتكار الشيء الثالث الرابع لناحية الإعلامية لا شك أن العلم له وظيفة أساسية في نشر ثقافة الابتكار وتشجيع وتحفيز شرائح المجتمع نحو هذه المنهجية التي ترتئيها القيادة في دولتنا ثم الرقم الذي يذكر فيما يتعلق بالنسبة للمؤتمر الأخير اللي عقد في دبي عن الدول التي تقدمت بحوالي 450 كم عدد الابتكارات التي قدمتها أو تقدمت بها الإمارات في هذا المحفل الدولي العالمي لكي نؤكد على أن الإمارات بالفعل هي قطعة شوط كبير في هذا المضمار شكراً طبعاً تقريباً على شكر في البداية على هذه المداخلة مثل ما قلته الدركيز دائماً يجب أن يبدأ من الأجيال الموجودة بالدرجة الأولى يجب أن نعطهم من الحين أعداد صحيح نشجعهم على الابتكار من الحين نشل الخوف من المخاطرة من قلولهم أحد الأشياء التي ذكرت في الاستراتيجية البطنية للابتكار كانت تتكلم على المخاطرة المدروسة لدارس مالية ممكن أن يفهمني شوي في هذه النقطة في قاعدة علمية في المالية معروفة يتقول هاي رسك هاي ريتيرن معروفة هاي القاعدة إذا أنت تبوي دخل كبير أو تبوي تحقق نتائج كبيرة عليك بالمخاطرة أحد أهم الأشياء التي ذكرتها هذه الاستراتيجية الوطنية للابتكار أننا لازم نشجع الجيل الياي والموظفين اللي عندنا على هذه المخاطرة طبعا لازم مخاطرة تكون مدروسة في النهاية لا تكون مجازفة لازم تكون على أساس علمي واضح إذا بني بنطبق فكرة بنطبق مقترح معين لازم ندرس من جميع الجوانب ما هي الآثار التي ممكن نتنج من هذه الفكرة إذا صارت مشكلة معينة لازم نكون مخططين من البداية ما هي الحل التي نتبع في هذه الحالة إذا حبينا نتكلم كذلك على دور الأبحاث العلمية طبعا لدينا المركز هذا اللي نحن فيه طبعا مركز يخدم الأبحاث العلمية بشكل كبير وأنا أخواني بكل صراحي أنا أقول لكم أنا ما توقعت بصراحة أن المركز يقدم هذه الأبحاث الجماعة من تأسيسهم إلى اليوم قدمين أكثر من ألف بحث علمي يعني عذروني على هذه الكلمة لكن هناك جزء من القصور مننا نحن كذلك في البحث اللي يبغي يوصل لشيء في النهاية بيوصله وبيسعاله أحد أهم مواصفات الشخص المبتكر أخواني أن هذا الشخص فيه فضول أن هذا الشخص ما يقف عند حد معين ما يرضى إلا يوصل لرقم واحد ما يرضى إلا أنه يفوت لو نبغي نتكلم على بعض الشخصيات المعروفة اللي ممكن أن نتوكلكم مرات عليكم في حياتكم هاي الأشخاص المبتكرين ما يقسوا مع أن كل الأبواب سكرت أمامهم ما يقسوا تموا مواصلكم إلا يوصلون الهدف اللي يبغونه وهي من هم مواصفات الأشخاص المبتكرين إذا نبغي نعطيك بمثال حي فيه كاتبة معروفة اللي هي كاتبة مجموعة قصص هاري بوتر سميه جي كي رولنغ هذه المرأة أمها مرضت بعدين توفت أمها زوجها طلقها ما كان عندها وظيفة ولا كان عندها دخل ولا كان عندها أي شيء وهي الشيء الوحيد اللي تحب شغفها في الحياة الكتابة مع هاي الظروف كلها تمت تحاول تمت تدق كل باب أمامها عشان توصل له هدفها لين ما وصلت فيه كثير من التجارب الموجودة فيه من الصفات كذلك اللي موجودة في الأشخاص هاي المبتكرين صفة العناد بحيث أنه لو حد قال أنه أنت عفواً على الكلمة فاشلة وأنت ما بتنجح هذا الشيء بالنسبة له مصيبة ما يرضى في هذا الشيء ونحن عندنا في دولتنا حتى لو تقرون كتاب الشيخ محمد فراشد يقول لا مستحيل في قامص دولة الإمارات فيه ناس مجرد ما تقولهم كلمة مستحيل أنك تحقق هذا الشيء ومستحيل توصل على شيء أن يجنجنونه من الآخر يجنجنونه لازم يعاند الشخص هذا إلا يوصل للهدف الذي يريده فأنتوا في جهات عملتكم لو شفتوا ناس يتصون بصفات مماثلة أنتوا لازم تعرفون أنه في داخلهم هناك شخص مبتكر محتاج لحد يطلع الشخص هذا لازم تركزون عليهم بعدين في النهاية حتى غير هذه الأشخاص الابتكار ممكن تدربون الكل عليه هي ثقافة في النهاية ليس شيء بالفترة أن يملك الابتكار يملكه وليس يملكه انتهى الموضوع فنحاول نركز على هذه الأشخاص هناك نقطة ثالثة بعد ذكر يتكلم عن الإعلام طبعا لا شك الإعلام يلعب دور كبير في نشر ثقافة الابتكار نحن من الأشياء التي نحاول نركز عليها أن نحن نحاول نستخدم كل وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة لنشر ثقافة الابتكار عندنا نحن نتكلم عن الأمور التواصلة الحديثة من تويتر من استجرام من يوتيوب جميع هذه الأمور نستخدمها نستخدم كذلك الجرائد طبعا معروفة المواقع التواصل الاجتماعي الموقع الإلكتروني البريد الإلكتروني كل هذه الأساليب نستخدمها نحن لازم نصل للمرحلة نحن نكون مبادرين لا نوقف عند حد معين لا نتوقع أن مثلا إذا بتي جريدة معينة أو قناة معينة بتنشر مبادراتنا في حال ماية هذه الجريدة وهذا خلاص نوقف عند هذا الحد لا نحن لا نستسلم نحن مستمرين جريدة ما نشرت نروح ندق باب الجريدة الثانية قناة ما نشرت نروح القناة اللي بعثها أنتم مواصلين نحن يا أخوان لازم نغير من نفسنا في البداية نغير الثقافة الابتكار اللي موجودة عندنا بهال السلوب بنقدر نوصل نحن والله الحمد عندنا في جهة عملنا ركزنا على أهم شيء على نشر هذه الثقافة في الموظفين وهي اللي وصلتنا لها المكانة أحد عند السؤال استفسار مداخلة تفضل باختصار لا تكرنت عندنا دقيقة واحدة إنسان بسيطة مستجر سابق في الأمم المتحدة في التنمية المستدامة حقيقة أنا أشارك وأشاطر الأستاذ الكبير دكتور نقيب الشامسي على طرحة من حيث البنية والهيكل التي وضعت الدولة وقيادة الدولة من ناحية التحفيز التشجيع من ناحية الأطر المؤسسية كلها موجودة حقيقة لكن بيئة العمل نفسها التي تفضل الدكتور أستاذ نجيب وقالها يعني فعلا بحققية إلى أي مدى استاذ خالد تحس أنه يقب تغيير هذه الآلية من البنية الداخلية أو البنية التحتية في المؤسسات نفسها الدكتور أستاذ خالد السؤال الثاني هل الإبداع الإبتكار لأقل الإبتكار نفسه يعني كإطار عام أو الإبتكار لأقل كما يقولون سلوغان أو يعني إطار يعني معرفي فقط يجب أن يكون هذا توضيح شكرا دكتور أستاذ خالد أستاذ خالد أستاذ خالد الإبتكار ليس مجرد سلوغان نحن ناخذها ونحصل جواز نعلكها في المكتب الإبتكار هو أسلوب عمل هذه الثقافة يجب أن تكون موجودة عند كل الموظفين عندكم من أصغارهم لأكبرهم نحن في جهتنا أي خطوة نخطوها ننظر لها في البداية من منظور الإبتكار هل هي تدعم الإبتكار أم لا تدعم الإبتكار نحاول أن نربطها بكل المشاريع التي لدينا نحاول أن نربطها بأهدافنا برؤيتنا برسالتنا الأشياء التي ليست مرتبطة نحاول أن نعدل عليها بطريقة أن نجعلها مرتبطة بشكل مباشر فهنا يا إخواني لازم تركزون أن إحنا خلاص مش مجرد كل معابرة تمر علينا هذا أسلوب حياة هذا أسلوب عمل لازم نزرعها في الموظفين لدينا نفهمهم أهمية الإبتكار وشو اللي بي يقدم الإبتكار لنا طيب السؤال الأول اللي كان يتكلم أن الجهات هي ما تدعم أنا أتفق معاك في هذه الجزئية في بعض الجهات ما تدعم موظفية ما تساعدهم على الإبتكار ولكن إحنا نتكلم لو نتكلم على القوانين لو نتكلم على التشريعات اللي موجودة جميعها تدعم سواء نتكلم عن توجهات القيادة الرشيدة عندنا أو القوانين اللي موجودة عندنا في الدولة إنتو لو شفتوا في البرزنتيشن أنا أحاط لكم جدول على تكريم الاقتراحات هذا أكبر دليل أن الدولة ستدعم في هذا المجال القوانين ستدعم في هذا المجال في عندنا نظام كامل في الهيئة عندنا معني بالحكومة الاتحادية اللي هو نظام المكافآت والحوافز لكن من يطبق النظام هذا؟ هني الشيء اللي أنا أبويكم تركزون عليه نحن نرجع للجهات عملنا نرجع للإدارة اللي عندنا القوانين موجودة جميعها تدعم لكن ما تتطبق هني الثقافة لازم تبدأ تتغير بعض المؤشرات الرئيسية اللي يتم التركيز عليها والي يتم حاسبة الجهات الحكومية عليها اللي هي السعادة وكذلك يتكلمون عن الإيجابية يتكلمون عن التناغم الوظيفي هذه كلها مؤشرات تنقاس على جميع الجهات الحكومية الاتحادية وتبين ترى يا أخواني من اللي متقدم فيها من اللي متأخر فنحن لازم نرجع للإنفسنا نحن لازم نغير للإنفسنا وأنا مثل ما قلت لكم في البداية في عام 2016 وما بدينا نحن رحلتنا في الابتكار حتى جهة عملنا نحن كانت في النتائج هذه كانت نتائجنا جدا مدنية ولكن نحن أول شيء سوينا أن نحن غيرنا من أنفسنا غيرنا من قناعتنا وخلينا الموظفين يشاركوننا في كل شيء وهذا ترى هذا السر من الأسرار اللي احنا سويناها نحن ندخل الموظفين اللي معنا في كل صغيرة وكل كبيرة ما نكتفي إنا بس بالقيادات أو الإدارة العلية لا الموظفين معنا في كل شيء نحسسهم بقيمة الإنجاز اللي احنا نسويه نحن غير عن الابتكار نحن في عام 2018 فزنا في جازة شيخ محمد براشد الأداء الحكومي المتميز في فئة اللي هي الممكنات ما تتصورون أخواني لأن احنا شركنا الموظفين اللي عندنا في هذا التقييم الفرحة اللي صارت عندنا كل واحد يحس انه هو اللي ياب هاي الجائزة صار شعور كبير بالفخر عندنا نحن هذا من أهم الأسرار اللي لازم تشتغلون عليه خلوا الموظفين يشاركونكم في كل صغيرة وكل كبيرة جميل أن نرى هذا الاهتمام الكبير بالابتكار والتميز والريادة في دولة الإمارات العربية المتحدة في النهاية نشكر الأستاذ خارد المازمي على هذه المحاضرة القيمة أنقل لكم تحيات سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته